في المقابل هدف وسجل الاتحاد اللاعب إبارة الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة والثلاثين وفي الشوطي الثاني عدلت النصرية النتيجة بهدف إبراهيم ديب ليعمق بعدها الاتحاد الفارق بثلاثية تداول على تسجيلها كل من زواري كودري ومؤيد ألف وفوز يعزز به الاتحاد مكانته في صدر بمجموع 36 نقطة فيما تتواجد النصرية في المركز السابع بمجموع 23 نقطة